طبعا الهمزة الساكنة والهمزة المتحركة كلتا هما تخرجان من الوترين لكن الآلية مختلفة إخواني الكرام فالهمزة الساكنة تخرج بانطباق الوترين على بعضهما والهمزة المتحركة تخرج بتبعودهما كما تذكرون عندما تكلمنا عن آلية حدوث الحروف في جهاز النطق الإنساني قلنا بأن الحرف الساكنة يخرج بالتصادم وهو بأن الحرف المتحرك يخرج بالتبعود وهذا هو ذات الأمر نراه هنا فعندما نقول لاحظوا على الهمزة الساكنة نقول مثلا جئنا 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 لاحظنا كيف ينطبق الوتران الصوتيان عندما ينطبق الوتران الصوتيان أخواني الكرام كما المقص تماما كيف المقص يقطع الأشياء هنا الوتران الصوتيان يقطعان الصوت تماما ولا يسمحان لأي ذرة من الهواء بالتسرم عندما ننطق الهمزة الساكنة كذلك لاحظوا عندما نقول مثلا يأمروكم ولا نقول يأمروكم هكذا نقلق الهمزة هذا لا يصح إذن كما ذكرنا كما المقص تماما يأمروكم أيضا مثلا في الوقف يقولون مثلا يجب أن نقول هكذا السماء السماء لاحظتم كيف انقطع الصوت إخواني الكرام مرة أخرى السماء هكذا ولا نقول السماء هل سمعتم هذا النفاس هكذا هذا خطأ السماء هذا الهمز أو هذا الصوت الخارج بعد صوت الهمزة هذا لا يصح إذن تخرج الهمزة الساكنة بانطباق الوترين الصوتيين على بعضهما وأما الهمزة المتحركة كما ذكرنا تخرج بتباعدهما أي بتباعد الوترين الصوتيين كما نقول مثلا إيمانا يعني يكون الوتران هكذا فنقول إيمانا أو مثلا نقول هؤلاء لاحظتم إخواني بهذا الشكل بالتباعد أو مثلا نقول إياك نعبد إياك نعبد إذا الهمزة الساكنة تخرج بانطباق الوترين الصوتيين على بعضهما تخرج الهمزة المتحركة بتباعدهما الآن عندنا حالة وسط وهي للهاء تخرج الهاء بانفتاحهما الجزئي الهاء تخرج بانفتاح الوترين الصوتيين جزئيا فنقول هكذا مثلا يهدي يهدي أو نقول إهدينا إهدينا انفتاح جزئي فالآن أريد منكم إخواني كرام أن ننتبه إلى هذه الأوضاع التي تتخذها أو يتخذها الوتران الصوتيين انطباق هذا للهمزة الساكنة تباعد للهمزة المتحركة تباعد جزئي للهاء أو انفتاح جزئي يعني إذا قلنا تباعد جزئي أو انفتاح جزئي لا فرق الآن السؤال لو بعدنا تماما تباعد كله بين الوترين الصوتيين عند نطق الهاء عند نطق الهاء نقول ماذا سيحدث ستخرج لنا سيتسرب هواء الرئتين بالسرعة ولن نسمع صوت الهاء هكذا البعض يقول مثلا اسمعوا إهدينا اسمعوا اسمعواها جيدا هذا الخطأ إهدينا إهدينا الصراط المستقيم أين صوت الهاء أو ما سبب هذا الخطأ في الهاء السبب إخواني الكرام هو أنه بعد بشكل كبير بين الوترين الصوتيين فهذا التباعد الكبير بين الوترين الصوتيين سبب تسرب أو ضياع هواء الرئتين كذلك البعض الآخر بدل أن يباعي جزئيا يضغط كثيرا على الوترين الصوتيين كيف يكون هذا الخطأ اسمعوا يقول يهدي اسمعوا هذا الصوت القوي جدا يه يه هكذا هذا ضغط زائد على الوترين الصوتيين فإذن ليس المطلوب أن نضغط زيادة وليس المطلوب أن نباعد بين الوترين الصوتيين كثيرا حتى نخرج الهاء إنما هو عبارة عن تباعد جزئيا حتى نسمح لإحتكاك بسيط بين الوترين الصوتيين وبهذا الاحتكاك يخرج صوت الهاء إذن نقول الهاء بهذا الشكل يهدي يهدي اهدينا اهدينا اهبطوا اهبطوا هاتوا هاتوا أو نقول أيضا مثلا أهواءهم 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 أهواءهم